اشتركوا في القناة كانت من الكنائس المميزة بوقت بولوس الرسول لكن طبعا مستثنت من حروب بليس والمعلمين الكذبة لكنها قاومت وكملت المسير وبولوس في بداية الرسالة يشكر رب من أجل المؤمنين اللي كانوا بها الكنيسة انه فعلا وقفوا مع بعض ضد مكايد بليس ويذكرهم في بعض النقاط المهمة اللي هم كانوا محتاجين أن يذكروها وأعتقد أنه كنيستنا هاليوم محتاجة تذكر النقاط هاي أول شغلة يقولهم نحن الختان والقصد منان أنه تم دور الختان أو القطأ أنه انتهى دور الختان اللي كان موجود في العهد القديم انتهى لكن احنا اختتنا اختتنت قلوبنا بالروح القدس وقت اللي آمننا بالمسيح وهذا اللي كان علامة من علامات الموجودة في العهد القديم الموضوع ما له علاقة صار بشعب اليهودي أو لا لكنه له علاقة بالعمل الروح القدس في قلوب المؤمنين أنه كان يريد يقولهم أنه احنا المؤمنين الحقيقين ومو اللي ولدوا من والدين يهودين بعدين بنقطة الثانية بتكلم يقول نعبد الله بالروح أي عبادتنا هي ليست شكليات ولا تقوس أو عادات معينة ولا مركزة على أبنية معينة لكن العبادة بتكون على أساس قيادة الروح ونعطي مكان للروح القدس أن يقودنا للعبادة ويكشف إلنا مقاصد الله الله روح فبالروح والحق نعبده المسيح علم الروح يعطي التجديد أما التقوس فهي تمنع من تدخل روح الله في عبادتنا النقطة الثالثة هو افتخارنا لا يكون بأي شيء ثاني غير المسيح اللي ضحى بنفسه لأجلنا واللي انطانع أن نكون أولاد الله ما رح نقدر نفتخر بإنجازاتنا ولا بخلفيتنا ولا بثقافتنا لكن يكون التركيز على المسيح نقطة الأخيرة والربعة أنه ما يتكلون على الجسد مؤمنين أن خلاصهم ليس بسبب أعمالهم ولا بقوتهم ولا بسبب العشيرة أو المجتمع اللي هم والدانين فيه أو اللي كبروا به لكن بيكون اتكالهم على الرب أتمنى تكون النقاط هاي بتفيدك هاليوم بتفيد كنيستك حلو بين وقت آخر نتذكر أشياء الأساسية بإيماننا بيسوع المسيح وربي باركك وانطيك وقت حلو ترجمة نانسي قنقر